اشتركوا في القناة ولمتنا وفرحتنا صوروا الالوان بتأثر فيه وحاجات تانية كتير هنعرفها النهاردة مع ضفنا المتميز اللي كله بيشعى طاقة ايجابية وحيعلمنا ازاي نحافظ على طاقتنا الايجابية من خلال شوية التمرينات مهمة جدا تهم كل واحد فينا ضفنا المتميز الدكتور محمد الفايد ازاي حضرتك اهلا بيك منورنا انت اللي منورين وكل البرنامج حاجات حلوة وعم بحر كمان مبسوط قوي انه حيشوفك النهاردة منور دكتور محمد الفايد منور والله منور بنورك انت بتشعي طاقة اه جدا انت اللي تشعي وانت كمان بتشعي طاقة نورك مغطي المكان كله انا بحبك انا كمان كلنا بتحبك عم بحر عم بحر بيموت فيك بسيونو بما اني قلت في المقدمة الالوان فانا عايزة ابتدي معاك في الالوان وانا عارفة ان حضرتك بتهتمت جدا بالالوان وليك فيديوات كتير جدا في الموضوع ده وانا تفرقت عليها وفي الحقيقة يعني هي فعلا حلوة جدا ممكن تقول لي ازاي ممكن اللون يقصر على الانسان في بيته طيب هو قبل ما نقول هيقصر علينا في بيتنا عايزين نقول الالوان بتقصر على كل حاجة في حياتنا يعني مش ممكن ابدا نتخيل حياتنا من غير الوان يعني تخيل لو احنا في مشهد كده كل الحياة قبيضة في سود كنا هيجيلنا اكتئاب تاني يوميا فهي الحقيقة الالوان بتلعب دور كبير جدا في حالة توازن طاقي في الطبيعة كلها مش بس لنا او مش بس للانسان لا ده لكل كائنات الدنيا كلها فهي حالة من التوازن وعندنا سبع مجالات طايفية او اللي احنا بنقول عليهم السبع الوان الطيف اللي احنا عارفينهم كل لون منهم هو لي انطباع او بيسيب انطباع عندنا او تأثير طاقي بتختلف دركته من لون لنون وبالتالي احنا دلوقتي لما بنقول اللي بقى عايزين نتكلم في الالوان تأثيرها علينا مثلا في البيت بتلعب دور مهم جدا لان ده الوقت اللي احنا بنقضي فيه معظم حياتنا في عندنا غرفة النوم اللي بنقضي فيها تلتة حياتنا احنا بننام في اليوم مثلا ثمان ساعات والمطبخ فتخيل والمطبخ حياتك كلها في المطبخ والهمام يا دكتور والحمام طبعا طبعا الهمام ده مهم جدا كل حاجة مهمة نتكلم ممكن عن كل حاجة في البيت ممكن نستخدم الالوان فيها ازاي خلينا نبتدي من غرف النوم لان ده طبعا المكان اللي يهمنا اكتر لان زي ما قلنا هنقضي فيه وقت كبير جدا فلما بيكون الطاقة فيه مش مظبوطة بتعمل لنا مشاكل او قرق او بتخلي طاقة المكان ده ما فهاش طاقة بنسميها طاقة استقرار لان ده المكان اللي أنا عايزة استريح فيه فكنت بلاقي ناس بتدهن الغرف النوم بألوان نارية احمر عندنا الألوان الاحمر او الورنج لا يا جماعة ده غلط جدا ده اكتر مكان محتاجين فيه لون هادي جدا بننصح هنا بنقول يفضل اللون الروز الفاتح اللي هو تقريبا 70% منه ابيض و30% روز فاتح ده اكتر درجة فيها اموشنال شوية فيها طاقة استقرار وطاقة مشاعر رومانسي وده اللي احنا محتاجينه في غرف النوم اكتر ممكن كمان الالوان اللي هي زي الزهري الفاتح اللي هو اللبن اللبن الفاتح ده برضو برضو مناسب جدا لغرف النوم لو اتكلمنا على المطبخ المطبخ اقول لك انا قبل ما نسيب قلت النور يا دكتور دلوقتي هنا بنادف النور ما منشوفش عاجة عشان ينام اصلا قبل ما تنام بتفضل قاعد في القوضة على فكرة احنا احنا اصلا بنقول في علم الطاقة ان احنا مش عايزين مصادر اضاءة او كهربا كتير في غرف النوم يعني فكرة الاباجورة اللي جنب السرير بنقول بقليش فكرة ان انا اكون حاطة تلفزيون او اي ريسيفر او راوتر او انت عارفها دلوقتي بقى فيه اجهزة كتير في البيت ده حتى الخفيتة الحمرة النقطة الحمرة والنقطة بتاعت التلفزيون او كده صح؟ كل ده مش بنفضله خالص في غرف النوم ده مكان للراحة والنوم فمحتاجين ان احنا نفصل كل المصادر الكهربائية ما حطش فيهش جنبي ده حتى بنقول بلاش اسيب مية جنب السرير لان المية هو عنصر مائي فيه حركة وانا عايز استريح فعندنا في علم طاقة المكان عنصر المية ما ينفعش ان هو يكون جنب السرير اللي انا بناه عليه فبقول لو فيه ازازة مية حتى بخليها بعيد عني شوية واقفلها ففيه تفاصيل صغيرة كتير اللون بيلعب دور مهم لان احنا عندنا جدريات كبيرة في الديكورات فطبعا لازم نتكلم في الموضوع ده فنتكلم مثلا نقول المطبخ هو المطبخ عنصر ناري فهنا عايزين افضل لون ليه هو اللون الاخضر هو اللي بيحقق حالة توازن شوية مع عنصر النار فنستخدم الالوان الاخضر في المطبخ اكتر نيجي في الليفنج طب بس انا قريت حاجة او شفت حاجة من بيديهاتك قلت اللون البرتقاني بيفتح الشاهية اه ده طبعا علم الالوان احنا عندنا لو انت مثلا هنتكلم فيه عايز افتح شاهياتي اقولك خلي الالوان النارية كتير زي الاحمر او الورانج هنلاحظ حتى المطاعم البرندات الكبيرة بيستخدموا اللون الاحمر في اليفط او الوجهات بتاعتنا حلق على فكرة ده كلام مدروس جدا اه طبعا وفي الاعلانات عشان ده لون فاتح شاهية هتلاقيني طول ما انا قاعد لو في لون احمر لو مفرش احمر لو المكان اللي انا باكل فيه في لون احمر كتير هيفتح شاهياتي على العكس الازرق يعمل العكس يعني لو بنتكلم في علم الالوان وقلت لي طب ايه اللون بقى اللي يقفل شاهياتي اكتر الاسود او بعمل رجيم اسود اللي اسود اه يعني يبقى الطبق اللي بناكل فيه لونه اسود وصغير الابيض الكبير ده بيخلينا ناكل اكتر بالضبط اللون الازرق كمان الغامق البنفسجي عشان كده سبحان الله هنلاقي في الفكرة والخضرات نادرا لما تلاقي حاجة باللون ده فقصة طبعا كبيرة لو تكلمنا في كل تخصص في علم الالوان موضوع لو احنا بنتكلم النهاردة في الالوان وفي المنزل او في البيت وقلنا طيب كمسكنا ثانية قبل ما نمشي من الاكل يا عم بحر انت الطبق اللي بتاكل فيه له له ايه طبق ابيض وواسع وكبير هو متصالح مع نفسه بس مش باين عليه خالص بس السؤال يا دكتور في يعني لو نفسي مسدود دلوقتي اروح ابص على برتقان ونفسي هتفتحك لو انت بتحب البرتقان لو انت مش بتحبه دي قصة تانية لما بص عليه هنفسي هتفتح بارك الله وفيك حبيبي والله يعني ده معناها ان اللون بيدي اشارات للمخ طبعا لفتح الشهاية طبعا للطاقة عموما للطاقة يعني انا لما اكون مثلا بنقول لحد انت مثلا مكتقب شوية او مدق شوية وبنقول له روح وقف في منظر كده في بحر او في منظر حد تاني يقول له انا بحب منظر فيه خضرة او فيه شجر بيحب بيحس بايه طبعا بيدي انطبع كبير جدا انعكاس اللون علينا كنت قلت في سلسلة الالوان قبل كده هو ايه الحكمة من اللون الاخضر والازرق في الطبيعة مش معنى اللونين دول بالذات اللي هي تلتين الكرة الارضية ازرق السماء اللي هي بتعكس اللون طبعا الازرق للبحر لان الماء ملهاش لون بس فيه حكمة كبيرة ان ما كانش لونها اورانجليه مثلا ويكمل التلت الباقي اللي هو لون الزرع لون الخضر في علم الالوان هنلاقي اللي اللون الخضر هو اللون اللي بيديني طاقة استقرار وحب للحياة بيديني امان واللون اللي ازرق هو اللون اللي بيهدي الاعصاب وبيخليني ريلاكس ويخليني عامل ميديتيشن اتأمل البحر مثلا للناس اللي بتعمل جلسات تأمل ودول اكتر حاجتين انا محتاجهم عشان احس بحالة من الاتزان والاستقرار ففيه حكم كبيرة جدا في قصة كل لون اللون الاخضر كمان تحديدا ليه يعني ليه مثلا بنلبس ربنا وصف لنا لبسنا في الجنة لونه اخضر حتى الاماكن اللي بنوضع متكئين على رف رف خضر اللي بنوضع على حاجات لونها اخضر اللون الاخضر ليه كمان وضع خاص وهو في المجموعة هو في منتصف المجموعة اللونية اللي هي السبع الوان فليه قصة تانية كبيرة ده الموضوع كبير جدا بحاجة ان احنا نتكلم فيه كتير في حلقات طب كمان انا سمعت حاجة بالنسبة للون الاخضر احنا دايما عارفين ان احنا بنلبس خرزة زرقة علشان العين والحفد والحاجات لكن سمعت كمان انه الاخضر فعلا بيبطل تأثير العين وطبعا هو ده حتى علمي ان تعرف ان فيه زبزبات معينة يعني فايس معينة ممكن فعلا ما يقولك العين يعني قسمة الحجر او قسمة الحجر فهل فعلا حكاية اللون الاخضر ده ممكن توقف زي الازرق الخرزة زرقة بيكون احنا لو قلنا الحسب بيبقى عبارة عن طاقة سلبية موجهة بتوصل فعلا لحاجة احنا ما نتوقعهاش خالص زي ما حقيقة قلتي وده مثلا شعبي قديم جدا ان فعلا بالقوة دي تلاقي حاجة كان لايمكن ان هي بوز او تتكسر يعني ايه القوة دي ففيه طبعا حاجة كتير منها لو احنا بنتكلم في الالوان او علاقة الاحجار برضو الكريمة بالالوان هو فيه كده ثقافة شعبية من زمان بيقولوا ان الخرزة الزرقة هي طبعا فكرة اللون الازرق هو فيه طاقة حماية اكتر ممكن نقول اللون الاخضر اه ما هو حجر الفيروز الجميل انا بحب حجر الفيروز ده جدا يعني هو فيه منه درجات اخضر برضو انه مش كله فيروزي لانه كمان بيستخرج من كذا مكان ومن كذا بلد ففيه منه شوية مدي على بترولي او على اخضر فهو مش بس في الازرق مش بس ان الازرق هو اللي هيحميني كمان اصلا يعني بس هو كعامل مساعد او حاجة بتعمل زي حجاب اكتر للطاقة عندنا فيه حاجة اسمها الاورة او الهالة النورانية لما احنا بنتدرب تدريبات كتير قوي في الروحانيات وفي الطاقة وكده والتأمل والميدتيشن وبنصلي وبنسكر ربنا كتير بنلاقي المعدل الزبزبي اللي في الاورة بقى فعلا قريب قوي من درجات الازرق هنلاقي عندنا في الالوان الطيف الدرجات الازرق اللي فيها الروحانيات وصولها البنفسجي تدري الانعكاس للنورانية اللي هي الابيض دي بقى اللي هو اعلى حاجة تلاقي كده يوم ما تبيض وجوه هنخرج من الالوان لحاجة تانية مختلفة خالص طيب مصصين الدماء فيه ناس كده متخصصة انها بدل ما يبقوا مصصين دمائك بيبقوا مصصين طاقتك بياخدوا طاقتك او بيدوك يعني نيجاتيب فايبس يعني طاقة سلبية ممكن تكلمنا على النور دور كتير هرمية التاقة ايوة الهرمية اللي بيسرقوا التاقة ايوة محط يسرق التاقة بتاعي والنبي تسرق انا بقى اللي كان كان بيسموا فعلا او بنوصفهم بمصصين الطاقة فعلا اضق واصفي وفعلا احنا بنقابلهم كتير قوي وده موضوع ناس بتشتكي او حتى بيبعطولنا كتير قوي لان انا بقابل خلينا الاول نقول مين هم مصصين الطاقة يعني نوصفهم عشان احنا بنعرفهم اول صنف منهم او اول نوع كده من الناس دي اللي هو دائم الشكوى حد على طول بيشتكي بيشتكي من الشغل بيشتكي من البيت بيشتكي من حال البلد افتحي معاي كلام في اي حاجة هتلاقي قلب الموضوع لشكوى فتخال انا بقى متفائل هو خلاص قلب لي كل حاجة وبيتكلم بطريقة بيحبطني فيها جدا مهما تعمل حاجات حلوة برضو يحبطك بفيش فايل يعني هو يقضي مستكة هرمها ليه والله يشتكي يطفئ الشمس يطفئ الشمس يطفئ الشمس عليك نور اه والله تلاقي طاقتك كده خلاص خلصت وانا بقى نازل كده من البيت وكل طاقة ايجابية ومتفائل وراح وشارب شاي وعمل دماغ يا دكتور والله ومية مية على استباحة واروح الاقي حد كده مستنين زي ما قولنا بقى في الشارع في الشغل بقى في كل حد الصنف التاني اللي هو هنقابله برضو نعرفه من ايه انا بسميه برضو المحبط اللي هو بقى مش بس بيشتكي لا ده هو بيلعب كمان دور اعمق من كده اجي اتكلم معاه في اي حاجة اقول له انا عايز اعمل مشروع مش عارف ايه انا هيجيلي صفر كذا كذا احنا تعالى نعمل برنامج مش عارف ايه يقول لي برنامج انت مش شايف احنا في ايه ولا في ايه ولا هينجح ولا حاجة اصلي كذا ايه يا عم طب يهديك يرديك طب هو كل حاجة عايز في الاخر اللي هو طب ما تيجي ان قوم ننتحر يعني هو هيوصلني في الاخر خلي بالك يا فاين خلاص فاصلني يعني يا فاين ايه يا عم بقى ده اسمه موهبت خلي بالك ابعد هانه خالص اه لا انا ومساز طاقة خالص ايه احنا بنعرفهم عشان نتجنبهم ما بيقولك يعني دايما ابعد عن السلبيين عارف هنا بتكلم بقول يا جماعة سيدنا عمر قالنا اعتزل ما يؤذيك هي الفكرة كده ودايما بقى لما نيجي نقول بعد ما احنا قلنا ممكن نقابلهم في صورة الشخص اللي بيشتكي كتير او اللي هو بيحبتني دايما او الناس اللي هي دايما بينقلي كده العصبية بتاعته فيه ناس كمان بيلعب دور الضحية دايما اللي هو حاسس ان كل الواقع بيتأمر عليه وبيعلق شماعة فشله على الظروف واصل الناس واصل كذا وفيه منهم كمان بيقولك اصلا مشكلتي ان انا طيب هو فاهم كمان الطيبة ضعف وغلط وهو دايما نفسه ان اي حاجة تحصل عشان يقول بصوا انا الحقوني وانا بنسميه كده دور الضحية دايما يعني ده برضو نفس الشريحة بس انتعايش فيه نوعيات ناس برضي يا دكتور بدون قطع حديثة فيه نوعيات ناس بتبقى عطاقة برضو كتير زيادة عن نزوم في كل المجالات يعني مثلا في علاقة المرأة بالرجل في علاقة اللي في الشغل اللي بيشتغل مع رئيسه وبعد كده بيلاقوا عدم تقدير ده العكس عدم تقدير وهو برضو العطاء زيادة عن نزوم ده نوع برضو غلط محتاج انه يتعالج برضو مش كده ولا ايه هرام عليك بسيون انا زغرتها عندك دي هرام عليك بسيون والله عالش فا اه فكرتني بالمدير بداي ما عدوش ده دير والله بتعصل معنا كلنا وعايز اقولي انا حاجة دايما بنسمع يقولك ايه انا شمعة احترق من اجل الاخرين فكرة ان انا عايز ارضي دايما الناس عايز ارضي الناس انا بقوله الفكرة دي مش مزبوطة قوي هو فكرة ان انا بقى معطاء او ان انا اشارك غيري او ان انا اساعدهم دي حاجة عظيمة جدا يعني كلنا نتمنيها بس لما تزيد عن حدها نفس فكرة هتمتص طاقتي هتستنفس طاقتي وكت دايما برد عليهم بقولهم انت ليه تبقى تحتارك من اجل الاخرين خلينا نعدل المسمة دا ونسميها ننور ايوة بالزبط من اجل الاخرين يعني ليه واخد المعنى اصلا الامبريشن نفسه بمفهوم سلبي برده ففي الاخر ايه اللي هيحصل هاعد اقول يا جماعة ما انا غزبا عني وبروح وبع فانت بقيت انت طاقتك مش كويسة واي حاجة انت هتقدمها للناس مش هتتقدم بفعالية كويسة برده وفي الاخر انت بتستنفس طاقتك طب ما تخلي طاقتك positive عشان تقدر تستفيد وتقدر تفيد غيرك بالحد الصحي لان نفسك كمان ليه حق عليك ما تنساش دا صح علشان كده من النقطة دي عايزاك تدخل على التدريبات تقول لنا ايه التدريبات اللي تخلي كل واحد يعرف مثلا يحافظ على طاقته يتجنب سلبية الاخرين يعني انا عارفة ان عندك تدريبات كتيرة قول للمشاهدين حابقوا حابين يعرفوا التدريبات دي خلينا نتكلم في بعض التدريبات اللي احنا بنتكلم فيها مع الناس كلايف ستايل كحاجة تتعامل بشكل يومي وقبل ما اقول ايه هي عايز اقول حاجة مهمة قوي احنا كلنا بلاستثناء بنقابل كل يوم زي ما بنقابل مواقف ايجابية بنقابل مواقف سلبية كتير صح وما اقصر مواقف السلبية اللي احنا بنقابلها من ضغوط من حالة من مرحلة فبنشحن كتير ففي ناس بيكتموا جواهم سلبيات كتير وماش بيخرجوها وها دي الخطورة تيجي بعد كده توصل لمرحلة بنسميها حساسية عصبية ابقى خلاص مش مستحمل حد يعملي كده من اقل مواقف اتعصب بسرعة قوي وبعد كده بتقلب لامراض عضوية وقولون عصبي ليه بكتم في نفسي كتير قوي فبنقول للناس محتاجين نقول كم تمرين عشان افرق طاقتي او البور بداية بنقول كده انت تنفس تمرين التنفس اللي بنقولها دايما كتير ايوا بالزبط كل الاعضاء الحيوية في الجسم هي بتتغزع الاكسوجين وبالتالي انا محتاج ان انا عارفة حتى كنا بنقول زمان لما نلاقي حد كده من اقوله بس خد نفسك بس عارفة النفس بيهدي المشاعر جدا وبيخليني حتى اعرف افكر صح لان فيه مواقف كتير لما انا بكون متعصب مش بعرف ارد وبعد كده اقول انا ازاي قلت كده عامة فانت تنفس طب تمرين التنفس الصح ايه كل فكرة ان انا عايز يبقى ظهري مستقيم واخد نفس من البطن تبقى بطني كده مع الشهيق تطلع البر الرئة ايوا بالزبط كده هو ليه طريقة ممكن ان انا اتضرب عليها ببساطة هنختار يعني فيه طرق كتير طبعا بس خلينا ناخد الطريقة بنسميها ستة تلاتة ستة يعني ايه يعني باخد نفسي وانا بعد ستة عدات وقت من نفس تلاتة والزفير اخرج النفس تاني في ستة عشان كده بنسميها وقرر العملية دي تسع مرات واربع تقعد كده مش هياخده تلات دقائق والله انا مصدع الضغط عالي ضربات قلبي مش مزبوط كل الحاجات دي هتتزبط في الحال اه يا ريت نعمل الموضوع ده انا بقول خمس مرات في اليوم عملتهم تلات مرات في اليوم كويس عملتهم مرة واحدة لما تحس بدا يبقى جميل مفيش مشكلة بس التنفس بيزبط كل حاجة في جسمي وطاقتي على الاقل اي بقى تمرين هنتكلم فيه في الطاقة بدايته تنفس حتى في الميديتيشن ودي اللي هتاخدنا للخاطوة التانية الميديتيشن للسادة المشاهدين اللي هي تمرين التأمل ان انا اقعد في مكان هادي اشغل صوفت ميوزيك اي حاجة تساعدني ان انا استرخي برضو هفرت جسمي سواء انا على شزلونج او قاعد على الكورس المهم ان انا سيب اعصابي خالص بقول للناس دايما تخيل ان انت عارفة لما تعومي على وش الميا كده وصايبة نفسك خالص كده سايب اعصابي خالص وهاخد النفس بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها وابتدي اتخيل اي مشهد بوزدل اي حدث ايجابي اي حاجة نفسي فيها اي مكان جميل انا بحب ان انا روحه وحس ان انا فعلا كاني واقع هناك وعايش الحدث واعد في ده عشر دقايق بس وحافظ على ان انا ابقى بوزدف يعني تفكيري كله ايجابي افصل خالص لاني عارفة ساعات كده يحصل ايه فيه كده حاجة تقعد تجيلي تفكرني بحاجة بتضيقني تخليني افصل عارفة ساعات واحنا في الصلاة بنقول للناس ازاي تبقى فيه خشوع في الصلاة عشان تركز عشان تاخد الطاقة ايه نفس الفكرة بالزرق لمدة عشر دقايق وحافظ طول العشر دقايق على نفسي بالطريقة اللي انا قلتها شاهيك وزفير والله لو انا في يوم شغل طويل وعملت ده بس في النص عشر دقايق هقوم واكمل اليوم كاني حتجدد نشاطك جددت نشاطي على فكرة والتدريب ده ممكن ينايم يعني حكاية انك اكنك في بحر ويعني يحسس بصوت البحر وبتتنفس كده بيساعد على النوم لو ناس عندها قرق بتنام اهو عم بحنا نام ده نام الننا هنصحي اخر الحلق بدي صوتك كفاية عشان بقامل مديتش حاضر انا قاسف ايه كمان ايه كمان تدريبات حلو اه فيه طبعا تقنيات كتير فيه تقنية انا بشوف برضو هي مهمة قوي وممكن حالا كلنا السادة المشاهدين بنسميها افرغ كأسك فكرة ان انا عندي طاقة كتير قوي مجبتة جوايا بحس ان فيه صخرة تقيلة على صدري صاح نايم بيها وحاجات حصلت وخلصت وفي الماضي طب ما اتطلع كل ده فبقول للناس كده تقنية لذيذة وسهلة قوي ايه هي هات ورع وقلم واكتب كل حاجة بتفكر فيها ايا كانت هي ايه ومش لازم بترتيب الاحداث بس ارجع للطفولة للمدرسة اي مواقف ايجابي سلبي بيطلع كل الجواك كأن العقل ده عبارة عن ميموري كده فلاش ميموري وانا بفرخ كل محتوياته افرخ كأسك اكتب كل حاجة كل حاجة سلبية عدت عليك او ايجابية انا بكتب كل حاجة انا بكتب كل حاجة هو ممكن ان انا لو انا هقول لهم بقى التدريب بشكل ادفانسد اكتر شوية هقول لك اكتب الحاجات الايجابية بقلم لونه احمر على الورق اللون الكريمي تلاقي ورق اصفر فاتح كده والحاجات السلبية على ورق ابيض عادي بقلم سود بس مش مهم ترتيب يعني جي في دماغي دلوقتي حاجة مثلا جميلة حصل موقف positive هكتبه على الورق الاصفر باللون الاحمر السلبي وما تستغربوش ان انا ممكن الاقي معظم اللي انا بكتبه سلبي ده عادي يعني هلاقي سلبيات كتير قوي ما تخدش وما اقول ايه ده انا لا بالعكس هو طبيعي ان انا بحتفظ بالسلبيات كتير عارفة لما بيعدي علينا كده موقف جميل دايما بنقول ايه يا دي اللحظات السعيدة بتعدي بسرعة قوي لكن ممكن موقف ما خدش سواني سلبي يفضل عايش معك بيأثر فينا جامد جدا من غير ما بنبقى حاسين والتدريب ده بيتحر اكي انه بيتحر روحنا هيحسوا احساس فضيع جدا وانه هما كأنهم بقوا مخفاف طيرين بس المهم اقعد اكتب كل حاجة حتى لو اخد كذا يوم فيها بالضبط يعني احنا الحوار معك والحديث لا ينتهي وان شاء الله لن ينتهي ولنا اعادات تانية لانه فعلا ممتع وفعلا مفيد لنا كلنا وللمشاهدين حيبقوا مبسوطين زي ما انا مبسوطة جدا جدا وان شاء الله لازم لنا لقاءات اخرى مع حديث تانية ممتعة لسه عندنا قانون الجذب ولسه عندنا الاحجار الكريمة وعندنا اجزاء اخرى من المنزل والالوان اسعدتنا جدا جدا يا دكتور مش كده عم بحره ولا ايه ولا انت عبتها نوم هو عم المتاشن الله بشكرك يا دكتور ربنا خليك انا اللي بشكرك وانا بشكرك تحديدا وانا مبسوط كمان ان احنا مع بعض لان كمان انت من الناس قديمة جدا معانا في موضوع الطاقة ومتابعة جيدة وعندك ثقافة رائعة وكبيرة فهنبقى عندنا يعني محافظ ان احنا يمكن بالضبط نتكلم في حاجات اكتر واكتر طبعا نفيد بيها السادة المشاهديني تانكي مرسي يا دكتور نورتنا ودلوقتي على الفقرة الجاية من الملعب النجيلة وغرفة الملابس وأسرارها الجميلة والمدرجات وجماهيرها الأصيلة يلا جيدة توقم الكرة المصرية الكباتن بيقسموا وبيلعبوا في ملعب الاتحاد الاتحاد الاسكندراني في اسكندرية قالوا على اسكندرية عروسة البحر المتوسط قالوا على اسكندرية مارية وتربها زعفران ورجالتها فرقة جامدة الاتحاد نادي الاتحاد نادي عريق سنين طويلة جدا من 1914 يعني أكتر من مئة سنة نادي حقق بطولات كتير أخذ الكاس ست مرات ووصل للدور يعني هو من أندية القمة في مصر نادي الاتحاد أول نادي خرج لعب بر مصر سنة 1926 راح لبلاد البلقان فاز في 12 مطش منهم وال13 تعادل نادي الاتحاد مليان بالنجوم وباللعيبة الكبار اللي قطروا المنتخب وقطروا الفرقة بتاعتهم وإحنا دلوقتي مع فريق سيد البلد إحنا دلوقتي في اسكندرية بس مع شخصية بش عادية شخصية كان لازم ناخده أول واحدة برغم إن احنا عندنا شخصيات تانية كمان معايا بس هو بقى الزعانة ربنا نخليك مجمع لكم ربنا نخليك هو عادي شكرا سنتقل على المقدمة ومرحبكم في اسكندرية قولي بقى قولي لأستقل سر عيش أكل الاتحاد وتشجيع أكل الاتحاد تمام وأغاني الاتحاد تمام والأدوات والآلات اللي بتستخدمها تمام أولا أولا الاتحاد مش كسة كان بطورة ده عشق من التفولة نادي الاتحاد ده جوه دمنا يعني احنا بنحب ندر الاتحاد ده وراسة حب ندر الاتحاد وراسة أنا تولدت في منطقة الحضرة فأرد عبايا شرق الجوهر طلعت ليه طبق التحاد ده فلما يجيش في طوق أبوه كانوا الأول بكرشوم البيت ومعنش في البيت قال لي مش هتبقى التحاد ده حلوة حلوة لما يجيش في طوق أبوه يكرشوه طبعا نسيت الكل فأبوه قال لي هتشجع الاتحاد المهم كان أول ماتش الاتحاد هو سويس كان فيه ماتش أخدنا أنا صغير أكسم بالله لقيت جمهور الاتحاد سكنداري كله موجود هناك الاتحاد جاب جون مش عنصر ده لأعتقى في السويس لقيت اللي بيعايت واللي بيروس واللي بيغني فأحبت ندر الاتحاد وابتديت وحظ الحلوة لأنا نجحت بابتدائي لاخدت الشذبي ندر الشذبي الاعتدائي وانا ندر الاتحاد بقيت كل مزاهم من المدرسة ونقبت من عصول وقعت تمرين واحدة واحدة هب بتتشكل مع اللعيبة هب عملت هم صوت ساموني عادل الشكل كان المرحول عبدالله علي حسن كانوا بيقولولي مين تلبسي من اللعيبة قال له أحسس معادل اسم معادل ايه اسم معادل ايه قال له عادل الشكل فطلعت على هذا لقب ده وسموني عادل الشكل يعني عادل الشكل تناعك عنيك كده ولا؟ لا دي طلعت أنا طيب إنسان طيب بس حب الاتحاد وغيرت على الاتحاد فساموني الشكل ما تسمحش لحد يجيب سلت بالتحدي طبعا هنأ هقولك حاجة ستقول تعاد يكسب بنحبوه تعاد يكسب بنحبوه بلدي 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 اسكندرية بلدي بلدي الرجالة بلدي كان لازم أجيبه وأكلم معاه لأنه بيولع المدرجات صح؟ شلا يا مرسي يا أبو العباس مدد يا سيدي الأبار الله يسونك يا بلدنا يا غليا وطراب الغالي اسكندرية منخفة ع البحر لعبية التفاحة اسكندرية منخفة ع البحر لعبية التفاحة قات الشباكر متدفة ويلا بينا الملاحة ويلا بينا الملاحة ويلا بينا الملاحة كربس والحضرة ودربالة رقبه ابو اروي السيالة كان مزوه الحضرة ودربالة رقبه ابو اروي السيالة رجالة واكدع رجالة بلدي بلدي الرجال بلدي في العلم تشال بلدي بلدي الرجال بلدي في العلم تشال هي دي كل الاغنة الجميلة اسكندرية تفاحة امريكالية ماتدورش اي حاجة تاني. اسكندرية. هي بقى السيد اسكندرية. قولي بقى انت في الملاعب كده بتولاها. مين صاحبك وطلعت معاك? صاحبي. ايه. وحبيبي واخويا. ايه. الزعمة عادل شكل. يعني انت اللي اتنين. اه. اه. وزعيمنا كبير. اه. حبيبنا بوب. والله ارحمه زعيمنا ريعه. ايه. كان معنا برضو اخويا بدولي. برضو يعني حاجة حلوة. والزعيم بتاعنا برضو اخونا برضو المحترم محمد شهد. قولي. اه. وحشك. الجمهور واليبقى المدرجات مليانة كده. بالجمهور. وحشنا. والله لا عزيم وحشنا. والله لا عزيم تلاتة وحشنا. كان عادل هنا. وانا هنا. كل الكلارات كلها ايه كانت علينا. معينا حد تاريخ. تاريخ في نادي الاتحاد. مشجل. وبعد كده. موظف في نادي الاتحاد. من عشقه للمكان مقدرش يبعد عنه. وكمان في رابطة الجماهير على مستوى الجمهورية كله. مش بس الاتحاد. ودي نقطة مهمة قوي. احلى حاجة. ان احنا كلنا نبقى ايد واحدة. كل الجماهير مع بعض. ضده. ده حضرتك اللي انت نور. انا نورها. وفعلا يعني انت دكتورة فعلا. ربنا ايه. اول ده حقيق يعني. مس انا مش دكتورة. انت دكتورة مش مش هلت بكون دكتورة اه مش طبيبة. اه ولا دكتورة. انت دكتورة في كل يعني حتى في المعاملة. دكتورة برضو دي دكتورة برضو. ربنا ايه خليك. قولي بقى احكيلي. 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 انت حضرت حاجات كتير قوية. يعني حضرت الكاس. ست مرات كاس لغاية اخر حاجة كانت ستة وسبعين. من نادي الاتحاد. المشاعر. وما وحشكش الفوز بالبطولات وكل الكلام ده. اه ده اكيد. انا اتوحشنا وحشنا. ده. واللي اتمنى اللي احنا مسلا ايه. كل سنة نغض بطورة. يعني ده امنيتنا. ان شاء الله. وان شاء الله يعني يعني جاية ان شاء الله. احنا حضرت انا اه تلت جسد مع انزل الاتحاد. اه. اللي اعنا خضرت. حضرت كاس ستة وستين. اه. بتاع كابتل احمد صالح كان نهائي مع الزمارك. اه. وكنا مغلوبين اكتين واحد. والله ارحمه احمد صالح تلع الجنب يونين في خمس دقائق. وخدت كاس. وحضرت كاس ستة وسبعين مع الاهلي. لعبنا ناطشين مع الاهلي. لعبنا كلمه الجمعة. اه كان الحكم ايطالي اسمه بريوني. اه. اللي هو حكم تلاتة وسبعين. المالش كلمه الجمعة. اتعادلنا سبب سبب. متعاد يوم التلات. اه. جاء التلات. لعبنا المالشي مع الاهلي. اه. الخطيب جاب جنب ديالس عشر. اه. كان في الصالة الكاهرة. وبعدين شاحتة الاسكندراني اتعادل بهدف عالمي. اه. بين واحد واحد. اه. فاول ي obserern وهي بالدياء كان ثبتة وثلاثين بالضبط. في الشود الاولى يا برو. في الدياء سمع في الشود التاني الجريم جاب الجريم التاني. اه. اه. خط ذو senate وأسندراني طالعنا با ايه؟ من البطولة وخدنا?" كاس ناحوا كان ستة وسبعين فقا الاهلي طبعا كان قوته كان يعني كات اكوى من الاتحاد السب Psalm 76 десят ستة وسبعين كان الاتحاد افضل. لكن ستة وسبعين كان الاهلي هو الافضل في الملعب. فاستمدنا وربنا كرمنا لحد ديئة سبعتاشر في الشوط التاني طلع تنوس وجاب الجن اللي هو الجن الشهير. اه طبعا يعني كله عارف الجن بتعكبته التنوس. اه. وحافظنا عليه وطلعنا وفوزنا بكاس مصر. من وهو بابي صغية اتعلموا بكرة وحبها. العيلة كلها اتحادوية. العيلة كلها بتتلم وتروح الاستاد تتفرج على الماتشات. اصل حكايته حكاية. هتعرفوها دلوقتي معايا. انت ملولة استاذا. انا عايزة اقولك الاول اعرفك على الربنا هيخليك. بس انا اصلي عارفت معلومة جمدة جدا جدا. اه استاذ محمد شحتة. خالو كابتن شحتة. فانا اول ما عارفت قلت لا ده كابتن مصر بقى. ده انت لازم تطلع بتحب الكرة. شجعت الاتحاد ازاي. طلعت انا ابوي الله يرحمه. اه. كان ياخدنا احنا صغالين كده. اه. تمرين. ماتشط. اه. طلعنا لين الاتحاد. اه. وما فيش بديل تالي. اه. هني قولك ايه بعد الاتحاد مسامة. في اهن دي في زمالك بيقولي ما حديش بيقول تالي. بس اللي اهلي حلو برضو اه. 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 اللي اتحاد. اه. اه. لو. اه. لكن اعمل اتحاد متاعه. اه. اه. اتحاد ما عديش غير اللخ بخ. مع فقرة الرشاق. فقرة الجمال والصحة. ما هو لما صحتك تبقى حلوة كل دا يطلع على وشك. مع مين بقى؟ مع سفير الرشاقة دكتور احمد صبري. اه. يا اه. احنا النهاردة كمان اه. عايزين نتكلم عن حاجة مهمة جدا ليه علاقة بالرشاقة ونضرة البشرة والحيوية ونشاطنا. ناس كتير قوي ما بتشربش مية. واحنا كمان بقينا في فصل الشتاء. وعشان احنا في فصل الشتاء بنقلل من شرب المية. مع ان المية عنصر اساسي لحيويتنا للطاقة تحافظ على ندرة بشرتنا. كمان المية بتخش في تكوين جسمنا. وكمان عشان التضفق بتاع الدورة الدموية. لكن اللي بيحصل ان احنا ما بنشربش اكتر من كبايتين مية في اليوم. على الرغم من اننا لازم نشرب حوالي 8 كبيات مية على الاقل في فصل الشتاء. فاللي بيحصل ان احنا بيجي لنا جفاف. مش بس ده. لكن الجفاف ده 3 درجات. الدرجة الاولى لما بنلاقي عندنا نوع من انواع جفاف الفم واللي هو زي ما بنقول كده احنا عطشانين فبنشرب مية. المستوى التاني والدرجة التانية ان احنا نبدأ نحس ان احنا مرهقين وديخين ومصدعين. ممكن بعد كده تشنجات في العضلات ونحس ان احنا مش قادرين نعمل اي مجهود وهكذا. وده غالبا احنا بنحسه كتير جدا بيبقى ليه دخل باننا ما بنشربش مية وما بنبقاش عارفين. الحاجة التالتة ان احنا يحصل لنا فينتنج. يغمى علينا وده كمان ليه علامة اللي هي بلاها دربات قلبنا سريعة سريعة سريعة. ممكن الشخص يحصل له عملية اغماء. فعلشان كده احنا لازم نشرب مية كويس قوي في فصل الشتاء. والناس اللي بتبحث عن الرشاقة سبب من اسباب انك ما بتخسيش انك ما بتشربيش مية. لان المية بتعمل ديتوكسيفيكيشن يعني بتطرد السموم اللي بتنتج بعد اي عملية حيوية في جسمنا. فعلشان كده هتخلصنا من الويست برودكس قوي السموم دي. فجسمنا يبدأ يحرق كويس جدا. وعلشان كده الناس اللي بتحلم بالرشاقة لازم تشرب مية كويس قوي. ومش بس شرب المية لكن ممكن كمان طبق السلطة الحلوة اللي جنب الاكل. وممكن كمان السوائل زي العصاير. زي السوائل الدفية اللي فيها اعشاب. وهكزا. خلونا النهاردة نتكلم بقى عن فقرتنا الطبية. وهنروح عن موضوع مهم جدا جدا جدا. وهو الافراد في تناول المضادات الحيوية. احنا عارفين طبعا في ناس كتير جدا بتاخد مضادات حيوية عن ملع الفاضي ومليان. واحنا علشان موضوع الكورونا. فالناس نزلت على الصيدليات لمت كل المضادات الحيوية والمسكينات وكل الفيتامينز وكل حاجة من الصيدلية. وده غلط. فاسمحولي نرحب بدكتور ساميل مليك. استشاري البطنة والجهاز الهضمي. بنرحب بيك يا دكتور. احنا سلام. مدير عيادات عبير الاسلام الطبية. اهلا سلام. اهلا بيك يا دكتور منورنا. وانا جيت على فكرة زورت المركز على حضرتك. انت نورتين عنك. كان يوم جميل وسعيد جدا. ان شرفتي عيادات عبير الاسلام. والله فعلا انا كمان تشرفت لان العيادات دي فعلا بتعمل خير. فعلا سعر الفيزيتة او الكشف. قليل جدا. 75 جنيه لكل الامراض. وسمعت كمان جالي خبر ان فيه حاجة خيرية كده. عشرين حالة حضرتك حتتبنها. ان شاء الله. يعني بس. ايوة ازاي يعني. اقول لنا. هي هتبقى يعني المجموعة المسؤولة عن العيادات. هترشح عشرين حالة. من اماكن مختلفة من. واكتر تخصص. واهلا بيهم. والعيان هيجي دافع فلوسه. مش هيخش كاينه مجاني. داخل للدكتور. وهو دافع فلوسه مدفوعه. يعني حضرتك قصدك ان الخدمة هتكون اي حد دافع. زي خمس نجوم. وطبعا ده حيبقى من خلال برنامج حاجة حلوة. ايوة. ومن خلال الكل الانستجرام. فيسبوك. تويتر. البرنامج حاجة حلوة. حاجة جميلة يعني. يعني هنكشف ببلاش كده يا بسيونو ولا ايه. هنكشف ببلاش. انت بس انت دافع فلوسك يا عم بحر. بس يا دكتور سامير. وداخل للدكتور دافع للفلوس. انا عايز اقولك حاجة تفسمين. وفلوسة الناس. ما انتش داخلك انك مجان. انت دافع فلوسك. فلوسك. انا بعيدا عن الحالات انا عايزك تتبنان. من عناء الاتنين. سنان سنان واجان. عندنا واحدة سنان ممتازة جدا. انا بشتكي منك يا دكتور اهما تسبر. ليه عم بحر انا عملتلك ايه. انا زلم منك يا دكتور. ليه عم بحر. عشان اقول لك يا زلمي على بورجر قلتلي لا دويش. بورجر. تغوي اكل يا ابو بحر. انا موت في الاكل. لا. خليك وسط في كل اكل. يعني. يعني لا تجوء اوي ولا تشبع اوي. خليك وسط. تبقى كويس. يعني انها صحيحة شيء. شانت حافظ على صحيتك. ما يجيلكش الى ضغط. ولا يجيلك سكر. ولا يجيلك امراضي للسوء التخزية. ولا تبقى فلات يعني هاني كده تخينة زي البوعجرة فاندي. تبقى الرجل يعني كده. ومالهم التخان. والله حلين التخان. لا. الله بيبطي. مفاصل. ماشد. ورقب توجعه. كل المفاصل توجعه. طيب وليه. يعني انا ما استكيت عن. يعني ده اهم اهم كريم معالج معالج لألام المفاصل وخشونة المفاصل وآلام العمود الفق معالج. يعني ايه رأيك فيه قول لي يا دكتور. انا سمعت عنه انه هو بيشتغل على الخلايا بتاع المفصل نفسه. فدي حاجة حلوة يعني. ومنتج من هنا في مصر. فدي حاجة حلوة تبسط يعني. الكولاجين. وبعدين هو من العشاب. وبيعمل عملية تنبيه للخلية بتاع المفاصل من جوة. يشجحها لانها تعمل عملية اعادة بناء تاني. فدي حاجة حلوة جميلة. هو بيعتبر انه من البرودكس اللي بتكون السوائل الهلامية اللي بين اسطح حتى مفصل. فبالتالي هو. هو سينوفيا المنبرين. ودي مهمة جدا لناس السن الكبير والسن الصغير برسا. طب يعني تكلموا عربي عشان احنا كجنهور نفهم اللي انت بتقولون. عندك يا بسيون والله انا عدد مش قاهمها. يعني قلت كلام صعب. شوف يا بحر هي ايه بتساعد الغشاء الزلالي اللي بوجود جوه المفصل. يعني ايه زلالي دي؟ ده اللي بيخال. لو ما فيش الغشاء الزلالي ده كنت وانت ماشي تزيق زي العربية اللي تزيق. يعني يحصل الام فضيع من الاحتكاك. طب انا هقول ان انا فهمته ولو صح تمام. يبقى اكيد المشاهدين كمان فهموه. انه هو بيخلي الحاجة المسؤولة في الجسم انها تعمل مادة جيلاتينية دي بيحفزها على انتاج هذه المادة مرة اخرى. مادة زلالية تساعد المفصل على المفصل. لا هي زي الجيلاتين ده. هي بتقلل فعلا الفكشنا الفوش الاحتكاك. ويتحافظ على المفصل. فكلامك مزبوط مياه. والله بجد. وبعدين منتج مصري جميل ده حاجة حلوة. ومن النباتات والعشاب دي حاجة جميلة برضا. لا وشكله حلو. وشكله جميل زي ما انت جميلة. البودو انا ربنا يخليه. ورحت حلوة يعني هو ما بيعملش. رحته كمان طب حلو جميلة. لا معرفش رحته بقى. رحته كمان. يعني يا دكتور احمد سابري. ايو يا عمباح. الكريم ده يخلي ركبي تمام؟ اه وتدخل زي ما انت عايز ما تراش حاجة. يعني ده اعمل بي ركبي بالليل ولا السوب ها اعملوا ازاي؟ طيب. دكتور حابين بقى نتكلم عن موضوع المضادات الحيوية. تقريبا كده يعني من اول ما الكورونا بدأت والناس نزلت على المضادات الحيوية. يعني بيعملوا بينها تخزين بدون داعي. فاي رأيك في فكرة ان انا استخدم المضاد الحيوي بدون اصلا اذن طبيب؟ لازم يكون استخدام المضاد الحيوي تحت اشراف الدكتور. وفي نفس الوقت ما تبقاش عندك انك تبقى متسرع في استعمال مضاد الحيوي. لان لها سلاح زوج حدين. اولا هو بيوقف نمو المقربات. تمام. او يموتها. واحيانا لما تاخد المضاد الحيوي كل مقرب له مضاد الحيوي مخصوص. اللي يعرف الحكاية دي الطبيب. فكنك تستعمل اي مضاد الحيوي من غير ما تكون باخد الشرى للطبيب. ممكن تدي تصير عكسي. مقرب ما يموتش. وتانه موجود. ويحولك من حالة بسيطة الى حالة مزمنة. يعني حسب نوع العدوى بنستخدم مضاد الحيوي. حسب المضاد الحيوي. ومش ندفع الواحد في المضاد الحيوي. لان المضاد الحيوي لها تأثر جانبية برضا كتير. ولها كنترول لازم راحة يبقى واخدها انظر تحت اشراف الدكتور. علشان السن الصغير قوي والسن الكبير قوي. وفي نفس الوقت حتى بتخش على العظام. لو حد بينمو اقالي من 21 سنة. في بعض المضاد الحيوي بتأثر على العظام. فمش كويس. طب هي ممكن تأثر على المعدة كمان. وتأثر على المعدة وتأثر وتعمل اسهال وتعمل يعني لو حد مضاد الحيوي على خونة. وطب town. وتعمل فطريات في البق وفطريات في آماك. اللي هي الفانجس. الفانجس. اللي هي الفانجس. فطريات. كل ده من الأنتيبيوتيك؟ من الأنتيبيوتيك. من الأنتيبيوتيك. ده الواحد لازم يعيد حسابيته. ايه لازم واحد يخط بالك. والمضاد الحيوي اللي ينفعك ما يفعنيه. اللي ينفع عند السن الدكتور علاء. وأكاد ما يختلف بيختلف من واحد بواحد حتى يمكن في الفترة اللي جاية يعني دلوقتي بيشتغلوا على الموضوع الجينوم الجينوم اللي هو الجزء بتاع الدين الجينات بتاعت كل إنسان بتختلف من واحد بواحد المضاد الحياة اللي ينفعك ما ينفعنيش وينفع غيرك لازم يبقى فيه وده إن شاء الله قريب في الفترة مش كبيرة يعني الأبحاث الشغالة عليها كويس لا دول حوما بالجينات دي ممكن بيعالجوا الأمراض المستعصية خلاص ويعرفوا تاريخك الجيني فيعرفوا أنت ممكن يجي لك كذا بعد الشر يعني على أي حد إنه ممكن يجي له المرض ده أو ما يجيش وإزاي يتعالج والوقاية خيره من العراء طبعا طب فكرة إن الناس ما بتستخدمش المضاد الحياوي المدة الكافية يعني هو سيء مثلا مفروض ياخده أسبوع فبياخده ثلاثة أيام ويحس إن هو اتحسن فيوقف بقى يسيب إنت اللي حصل إنك المقروب عملتله دواخته ودواخته وفي نفس الوقت هو لسه يفوق هيرجع ألعب من الأول ويقصر ويعمل تأسير أكتر ويحولك من حالة بسيطة إلى حالة مزمنة طب ليه؟ يبقى لازم تاخده تحت الجرعة المناسبة في الوقت المناسب والدواء المناسب لأن كل المقروب له مضاد حياوي خاص بي مش أي مقروب ينفع له مضاد حياوي معي لنعم جميع يعني حسب المقروب نفسي حسب المقروب نفسي كل المقروب له مجموعة أدوية تمشي تشتغل عليه طب اسمح لها دكتور بقى بما إن حرك يعني استشاري أمراض بطنية وجهاز عظمي نستفيد بقى في الجزئية دي برضو إن في الشتاء معظم الناس اللي عندها مشاكل في معدتها يفضلوا طول الشتاء يعني بيشتكوا من فكرة كرحة المعدة والتعبات المعدة والمشاكل دي هل يعني الحاجات دي فعلياً لها علاج وفيها علاج فعال ويقدر ليجي له كرحة يتخلص من الكرحة والمشكلة دي بتروح إزاي؟ فيه طبعاً بالنسبة للمشكلة بتاع المعدة دي محتاج فيه دلوقتي تخصصات أكتر في الطب لأن الطب يزاد فيه وفيه دلوقتي نظام الأدوية المختلفة مع المناظير مع استعمال الأدوية الخاصة بكل حاجة ودي لها تحت شراف الدكتور المتخصص في ذلك وإحنا دايماً بنسعى عندنا في المركز إن احنا نجيب متخصصين في الحاجات دي طب يا دكتور هو المنزر ده علشان تعرف الحالة إيه؟ ولكن هل هناك علاج من خلال المنزر نفسه؟ ولا هو بس بيعمل استكشافي؟ لا الوقت ينظام النحيتين بقى الوقت وهم متخصصين بيعمل علاج مع تشخيص وبعد كده القرحة بتعالج تمام بالأدوية؟ أنا أعرف إن علاج القرحة تلت شهور وعشرة يعني مئة يوم يعني تلت شهور وعشرة أيام صح؟ أه تلت شهور لعلاج القرحة وعشرة أيام لعلاج الحاجات التانية الحاجات التوابع لها التوابع لها صح المعلوم؟ مظبوط معلوم الحقيقة كمان يعني من اللي منتشر الفترة دي برضو واللي بيخوف الناس موضوع إن الناس بتعمل مثلا زي تحليل بروز اللي هو حاجات كتير في تحليل بروز هل في تفسير علمي مثلا الناس ليه بتلاقي أنواع معينة من البكتيري أنواع معينة من الددان هل ده لي علاقة بالأكل؟ ليه علاقة بالتغزية؟ ليه حاجة ملوسة بنكلها؟ يعني نظافة مهمة جدا والأكل اللي لازم يبقى فيها عملية غسيل واستعمال الخل في الحاجات دي بيمنع كتير من المشاكل اللي تحصل مع الأكل فبالتالي لازم الواحد يكون حريص اللمون مع كنت حقول لها حضرتك إحنا بلد اللمون إحنا بلد اللمون مهمة جدا لمون من الحاجات الكويسة جدا يعني الواحد يكتره وفي نفس الوقت مليان فيتامين سي يساعد حتى الناس دلوقتي في الكورونا والحاجات دي صحيح يعني عم بحر الأسبوع اللي فات كال من الشارع أكل بعين وبطنه كال كبدة كال كبدة وبطنه وجعته معرفناش نعمل له إيه تبقى جميلة يا طعمة جميلة كبدة سخندران تبقى ديليشيس يا جماعة يا جماعة عشانتوا بيتهذروا في موضوع وكان هيموتني ألف سلام عليك من موت لحمة راس وكبدة الساعة نشر بالليل وكنت هيموت لحمة راس يا مفتري تبقى كبدة يعني مش ضرورة لحمة راس كتماها هلو قوي يا دكتور سمير بالهلو الشيخ طب في الحالة دي يبقى تعتنق سرال لحد الفجر بقى صال الفجر بقى وخليك ودام بعدها حبيب يا دكتور شكنا ننسيها يعني في الحالة دي حالة زي عن بحر لو الشخص مثلا كل حاجة وبتاعه بقى لقى بطنه وجعته قوي يعمل ايه تصرف ازاي والله في حاجات بسيطة جدا النعناع الينسون بعض الاعشاب الكويسة تمالها وفي نفس الوقت يعني ممكن ابسط حاجة شرب اللبن الحليب بيريح المعدة اللبن الرايب ولا اللبن العادي اللبن الرايب فيه ناس بتحبوا الرايب ويلوبوا ميزة عالية والزبادي برضا والزبادي بس اللبن العادي لازم يبقى ايراتي بس بباشك وبارد لازم يكون بارد ولازم يكون متعقم كويس يبقى وز الدنيا وهو متهيئ لأهم حاجة لو حد أكل أكلة كتيرة بالليل ما ينامش على طول لازم ساعتين تعدي صحر معلومة وتعشى وتمشى وتعشى وتمشى وتغدى وتمدد تعريفة الأجانب إحنا لما بنروح شرم الشيخ هما عندهم concept stop night eating هما ما بياكلوش بالليل إحنا ما بنكون دايما مثلا في شرم الشيخة أو الغرداء نلاقي الأجانب بيجيبوا الفروتس نايف بيجيبوا الفكة إحنا خش نجيب الحمام والفراخ بالليل إحنا واخدين على كده لأننا الفكرة أننا إحنا بلد زراعي وفي نفس الوقت كان الناس يروحوا في الغيط يشتغلوا طول النهار ويجبوا على بليل تعشى فيها لازم يأكل أكلك كويس هيعمل إيه فأنت بس كل آه بس ولكن ما تنامش بعدها يعني خد بعدها بشوية وزي ما قلت تعشى وتمشى شوية يعني لعب رياضة عمل أي حاجة إنما ما تنامش على طول عشان ما تتعبش يا دكتور سابري آه عن بحر معلش ممكن تلب زغنم تفضل عن بحر تابيرنا أخوك كبير طبعا عم بحر أنت أبويا مش أخويا طبع أبوك عايز يروح شرم الشيخ اللي أخر ليكم عشان وتأكل ليه بالليلة عم بحر مش مهم الأكل سمان بقى أو حمام أكل فروت سلات حاضر عم بحر انت طالما هتبقى هلسي أخذك مع شرم الشيخ وديني شرم الشيخ حاضر عم بحر حبيب يا صبري طيب آه يمكن أنا إحنا إحنا روحنا الأسبوع اللي فات عبير الإسلام والحقيقة أنا كنت منباهر جدا بأن فيه صرح طبي وفيه أطباء خير وفيه ناس يعني بتقدم الخدمة الطبية المتميزة والمتميزة في رأيي أن هي يعني قدي فيه انفكشن كنترول فيه مكافحة للعدوى وسيطرة على والأدوات الزي هي متعقمة قولي يا دكتور بما ينحرك يعني مدير لعبير الإسلام معهدات عبير الإسلام وبتدير المنظومة الطبية بتواجه الصعوبة في ده بعد الشيء ولكن الحمد لله الناس معي متعاونين ومعظمهم بيسمع الكلام وعندهم خبرة ومعي مجموعة كبيرة من الأطباء كويسين جدا بفضل الله كلهم يعني بيحبوا يدون النصايح ودائما أنا دائما من يهدي إلينا عيوبنا يعني يقولينا إيه اللي عايزينه فدي حاجة مهمة جدا عشان يخلي المكان ده والمكان ده يتعامل بفضل الله مجموعة الله اللي منه معايش اللي منه ميت كانوا كين أنهم يعملوا خدمة للمجتمع في المنطية ماندية ناصر أنا سامع كمان في تطور في تطور ها يعني في ناس جديدة دخلت بتطور المكان ها في ناس دخلت مكان وبتاة دعمه ودعم كويس والحمد لله يعني أحسن وحيبقى أحسن إن شاء الله يعني أنا كمان أعرف أنه ليه هستري يعني أكتر من تلاتين سنة بتاعي ده من سنة سبعة وتمانين ناصر الله وحرك بقى لك يعني أنا كنتش أول عملته سنة سبعة وتمانين وسفرت بعد كده عادت فيه لمدة تقريبا خمس سنين وبعدين كده سفرت برة وبعد كده بس رجعت تاني رجعت تاني عليها بجد لأن هي حاجة حلوة جدا منعنينا للتين مش هنرجع أولا المجموعة اللي هي مسؤولة عن المكان مش هترجع في كلامها لأننا عارف ناس حونست وناس يعني عندي كلمتهم أسق فيهم جدا وإن شاء الله حساعدتهم إن أنا تبقى حاجة ممتازة للناس والناس هتعرف العشرين حالة دول يوصلوا لكو إزاي عن طريق السوشال بيديا بتاعت البرنامج بتاعنا ودي حاجة طبعا إحنا مبسوطين بيها جدا وإنا مبسوط منك وإدتها لنا يعني إن شاء الله اللي هي برنامج حاجة حلوة هتبعتوا وحيتنقى منكو العشرين حالة وحيروحوا زي ما الدكتور يقول له مختلفة في كل حالة يا عندنا بطن عندنا أطفال عندنا نسا عندنا أزام عندنا مسالك عندنا جلدية عندنا تحليل ممتازة معمل تحليل كويس وبعدين لو في حد محتاج منهم أي مثلا حاجة فولو أب زيادة عندنا الأطباء هناك يساعدوهم ويوفروا لهم اللازم إن شاء الله والله دي أحلى حاجة أحلى حاجة ممكن نقفل بيها الفقرة الممتعة اللي مع حضرتك شرفتنا ونورتنا أنا سعيد إن أنا اجتمعت معاكم وفرصة جميلة شكرا جزينا دكتور لمعلومات حضرتك القيمة وجودك معنا في حاجة حلوة ودعواتكم لنا إن ربنا يساهم فاصل واستنونا في الفقرة جينا للفقرة بتاعتنا أنا وإنتو يا بناتو يا ستات الحاجات اللي احنا بنعمل فيها وصفات والنهاردة جايبا لكو وصفة هي غريبة شوية بس بجد بتنقي البشرة جدا وبتخليها زي الحريب وبتنور كده لنبالك أنا سما أما أنا عارفة بس الوصفة دي للبنات والستات مش للولد أوكي ماشي ماشي هنجيب هنجيب شريط من الفحم في حبوب فحم كده ويسع رعا رخيص خالص وحنجيب من عند العطار جيلاتين اللي احنا بنحطه في الفواكه على التورة والحاجات دي ومية سخنة هندوب الجيلاتين ده في المية السخنة وحنجيب شريط من حبوب الفحم هندقها لأول كويس قوي لحد ما تبقى زي الباودر كده فدرة ونحطها مع خليط الجيلاتين ونقلبها وبعد كده هنحطها على وشنا بس مش حنيجي ناحية العينين دايرة العين كده مش حنيجي عندها للوش وكل الوش كده الفاهم ازاي فاهم يا عجيب فاهم ما تجيبش نحيط على وشي ايوه فاهم يا عجيب فاهم فاهم يا شيش يعني مولقة دي ولا فاهم ايوه لا مش مولقة حبوب الفاهم يا عم بحث حبوب الفاهم ايوه بتعمل ايه بقى لما نحطها ماسك كده للوش ونسيبها لحد ما تنشف وبعد كده بنجيب قد نحط في مية فترة كده ونبتدي نشيله بالراحة مية فترة اه مية فترة فترة تويلة ولا يا سيارة ياه منزلهم يعني فترة يعني لا سخنة ولا سقعة وبعد ما بينشيل الماسك خالص من الوش منلاقي الوش البوانور اللي هي النقط الصودة دي بتروح لو فيه أي شوائب في البشرة بتروح بينظف الوش تماما جربوها على فكرة هي فعلا وصفة حلوة وسهلة ورخيصة وتمتناول اليد وانت عم بحث نتجربها ان شاء الله بعد ما نتشو الفراخ هاخد الفهم كله وانت الوش اوعى تسمعوا كلامه وصلنا للنهاية وكانت فقرات جميلة استمتعنا بيها قوي النهاردة اتعلمنا حاجات كتيرة جدا من ديوفنا فاحنا بنشكر كل ديوفنا النهاردة وبشكرك يا عم بحث انا مبسوطة ان اعملت ميديتيشن ولا ايوة وانا مبسوطة منك عشان بتنفذ التدريبات دي كلها باي باي واعملوا فعلا التدريبات اللي سمعناها النهاردة لانها فعلا تدريبات مفيدة وحاولوا تجربوا الماسك بتاع الفحم باي باي اشوفكم الاسبوع الجاي اشتركوا في القناة